أكد رئيس عبدالفتح السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية وعشر رئيس السيسي في كلماته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة إلى مخاطر التطورات بالمنطقة والتي قد تؤثر على تساعي رقعة الصراع المنطقة والعالمة بتمر بظروف صعبة جدا وإن احنا حرصنا في مصر أن تبقى سياسيتنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود وإحنا حذرنا منه وقلنا أن استمراره يعني حيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر أن احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بسوابتنا سوابتنا أن احنا حرصين على أن احنا نكون بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية وده اللي احنا ماشينا عليه بقالنا سنين والحقيقة احنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية ودلوقتي بقالنا سنة تقريبا على حدودنا الشرقية والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعا متابعين كل حاجة هل ده يعني يجعل يعني يخلي شعب مصرين أن هو بقى شعب مصر قلق بدون شك لازم نبقى القانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة أو احنا يعني بقى لنا تقريبا قناة السويس تقريبا أكتر من 50-60% من دخلها احنا فقدنا أكتر من 6 مليار دولار خلال 7-8 شهر اللي فاتوا